تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق اسامة عسكر المنظومة التعليمية والتدريبية بما هدي ضباط الصف المعلمين وأوضح المتحدث العسكري بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة استمع إلى شرح تفصيلي تناول اسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التي تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة وبما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والعسكري والبدني لضباط الصف المعلمين وأعقب ذلك المرور على الأجنحات التعليمية ومتبعة مراحل التدريب التخصصي للإطمئنان على سير العملية التعليمية بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد كما التقى الفريق اسامة عسكر بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات للطلبة وفقا لأحدث المعايير العالمية في موظومة التأهيل العسكري لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته هذا وأدار الفريق أسامة عسكر حوارا استمع فيه للأراء والاستفسارات نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي مشيرا أو مشيدا بما لمسه من الفهم الوعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي